تنفيذ مدهمات ضد متطرفين من المشهد الداعيشي والنازي في النمسا السفلة ومعاها خبر متعلق برضو بنفس الموضوع وزارة الداخلية تعزز جهود الوقاية من التطرف الإسلاموي في المدارس النمساوية وده اللي كان صرح به وزير الداخلية اللي أكد وأشاد المدهمات اللي حصلت من عمليات عملية إعادة إنتاج التطرف من الشباب وعملية استقطابهم عن طريق الإنترنت وتحول الشابين 18 سنة 17 سنة 15 سنة وده بينتقل الموضوع برضو للمدارس ودي الكارثة يمكن اللي خايفينها المجتمع ككل شايف إجراءات أو المدهمات دي ممكن تلعب دور إيجابي في عملية القضاء على فكرة التطرف بشكل عام في النمسا يعني سيد الكريم هلا أكيد هذه هذه جهود ممتازة جدا بصراحة يعني موضوع تنفيذ المدهمات على متطرفين إن كانوا من المشهد الداعشي أو المشهد النازي هذا شيء قولا واحدا بالمكان الصحيح وبالشيء الصحيح ولكن ما استوقفني بصراحة أستاذ المدوح في هذا الخبر أن نلاحظ أنت يعني في مؤتمر صحفي واحد تم الإعلان تم الإعلان عن آتقال أشخاص يعني أو مداهمة منازل أشخاص محسوبين على المشهد الإسلاموي المتطرف أو المشهد النازي المتطرف يعني صار في صراحة هنا توازن يعني اللي بيجي بيقول لك النمسا تحارب الإسلام والمسلمين لا يا حيبي هي عما تحارب التطرف من الإسلام والمسلمين وعما تحارب التطرف والمتطرفين من المشهد النازي واليميني فهذا الكلام بصراحة هنا أعتقد هنا كان يوجد رسالة واضحة لاحظ أنت مثلا شوفها بالصورة واضحة أمامي هنا وجدوا عند أحد الأشخاص خواتم مكتوب عليها يعني مع الأسف رمز التوحيد الذي تستخدمه داعش والتي هي منه براء وخواتم سوداء يعني بصراحة هذا السواد من أين جاءوا به لا أعلم الإسلام دين طهارة ودين نظافة ودين نور ودين وهذا بنفس الوقت ولكن لاحظ بالمقابل عند هذا وجدوا خواتم لاحظ خواتم مجرد خواتم يعني ولكن عند المشهد اليميني المتطرف ماذا وجدوا ترسانة أسلحة شوف هذه الصورة واضحة ترسانة أسلحة قناص يا راجل تفرج تفرج شوفها القناص هذا يعني شي مخيف صراحة وشوفوا صناديق الأسلحة هدول لو وجدوهن عند إسلامويين أو متضرفين أو دواعي شو كان عملوا كانت قامت الدنيا ولم تقعد فبالتالي شوف المخازن شوف الأسلحة شوف كم كلشن يعني بصراحة ومسدسات وسكاكين هو بأي شكل من الأشكال هو مرفوض يعني فبالتالي يعني بالتالي أعتقد يعني جيد جدا أن متابعة متابعة النمسا لهذه الانتهاكات شي جيد للغاية ويتبعه الخبر الآخر وزارة داخلية العزيز المدارس 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 أعلن كارنر عن حزمة تعزيز جهود الوقاية حيث سيتم نشر 160 ضابط إضافي على مستوى البلاد لدعم هذه الجهود وفقا لتصريحه وجاءت هذه الخطوة كرد فعل على الحالات مثل التي شهدتها مدينة سان بولتن حيث تم اكتشاف شبكة تابعة لتنظيم الدولة الإسلاموية داعش مؤخرا وضمت معظمها أفرادا شبابا تتراوحها ما رغم بـ 13-15 سنة 13-15 سنة الأهل يا راجل يعني 13-15 سنة إم تتطرفوا هدول وكيف تتطرفوا وشو هالمنهاج اللي تتطرفوا عليه وشو هالسرعة اللي تتحولوا فيها لمجرمين ولا قتل مأجورين يعني بصراحة شي مؤسف فبالتالي الموضوع يحتاج إلى عناية وإلى تطقيق وإلى متابعة وإلى أكثر من 160 ضابط بصراحة يعني موضوع ليس سهل بصراحة على وزارة الداخلية النمساوية ليس سهل على الحكومة النمساوية لكن جهد مشكول المقبلة ولكن بالضبط جهد مشكول صحيح أنه يطلب أكثر من ذلك ولكن هذا الموجود حاليا اشتركوا في القناة